حضارة وادي الهند تطور وادي الهند من هم شعب وادي الهند الموقع الجغرافي مهونجو دارو وهارابا السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات تطور وادي الهند بدأت حضارة وادي الهند في العصر البرونزي على طول وادي الهند في شمال غرب الهند وبارتستان الحاليتين وقد بدأت الحضارة تطورة زراعية صغيرة ثم اجتمعت معا لتشكل إحدى أولى الحضارات المدنية في العالم من كان شعب وادي الهند بدأ الناس يستقرون في المناطق الهضبية لنهى الهند في حوالي سنة 6000 قبل الميلاد وبعد أن عاشوا هناك لعدد من السنين لاحظوا أن النهر يفيض سنويا وفطا لنمط معين تانى النهر يفيض على ضفافه مرة في طول عام ويخلف تميات هائلة من التربة الخصبة فأصبح الناس ينزلون من هضابهم طول عام بعد أن ينحصر النهر ويستوطنون في تجمعات صغيرة على ضفافه وأخذوا يحرثون الأرض ويزرعون المحاصيل طيلة العام إلى أن يحين موعد الفيضان التالي استمرت هذه الحالة لفترة من الزمن اكتشفوا فيها طريقة صنع الأجور من الطين فساعدهم ذايت على بناء منازل أقوى لا تتضرر بسهولة بمياه الفيضان وتانى نتيجة ذايت أن استوطنوا وادي الهند بشرط دائم الموطع الجغرافي تانت حضارة وادي الهند أطبع الحضارات جغرافيا في التاريخ القديم وتانت تمتد جنوبا حتى موبايل حالية في ولاية مهارشتار الهندية وشابالا حتى سفوح الهيمالايا وشمال أفغانستان وغربا حتى بالوشتان والسند تما امتدت لمسافة ألف كيلومتر في الهند مغطية بعض أجزاء ولاية هاريانا والبنجاب وأوتار براتش الهندية تانت المساحة الإجمالية لحضارة وادي الهند تصل إلى 1.25 مليون كيلومتر مربع المدينتين تانت موهان جودار وهاراب أشهر مدينتين وادي الهند تانت مدينة هاراب تقع على ضفاف نهري رعفي وتانت كيل المدينتين شديدتين التطور والتحضر وتضمنان عددا كبيرا من السكان وحكومة منتظمة وتجارة رائجة تانت هاراب أكبر المدينتين ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة أما موهان جودار فتانة محاطة بصور وتقع على هضبة ويبلغ تعداد ستانية 23 ألف وخمسمائة نسمة حقيقة مهمة تانت حضارة الهند تدع أيضا حضارة هاراب نسبة إلى أكبر وأشهر مدينها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة